اشتركوا في القناة ولا احد يسكنه توقف ابراهيم عليه السلام في هذا الوادي وانزل السيدة هاجر وابنها اسماعيل ولم يترك لهما سوى سقاء من ماء وجرابا فيه طمر وهم بالانصراف دون ان يتحدث اليها فتبعته هاجر عليها السلام وقالت يا ابراهيم اين تذهب وتترقنا في هذا الوادي الذي ليس فيه انس ولا شيء قالتها مرارا وابراهيم عليه السلام لا يلتفت اليها ثم قالت الله امرك بهذا فقال نعم فقالت اذا لا يضيعنا ثم انصرفت الى اسماعيل يا له من ايمان ويا له من صبر لا حدود له اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد انطلق ابراهيم عليه السلام ثم توقف ونظر الى الوادي وقال واذ قال ابراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال وما كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره الى عذاب النار وبئس المصير واذكر ايها النبي حين قال ابراهيم عليه السلام داعيا رب جعل هذا الوادي وهذه البقعة وهذا المكان بلدا آمنا من الخوف وارزق اهله من انواع الثمرات وخص بهذا الرزق من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال الله عز وجل ومن كفر منهم فأرزقه في الدنيا وأمتعه متاعا قليلا فمن رحمة الله عز وجل أنه لم يقيد الرزق للمؤمن فقط وإلا هلك الكافر فرزق الله للجميع مؤمنهم وكافرهم ثم أضطره وألجئه مرغما وأسوقه مكرها إلى عذاب النار وبئس المرجع والمقام هذا المصير أنعم الله عز وجل على مكة المكرمة بالأمن والأمان والرزق الواسع الوفير فإن سلب الإنسان الأمن والأمان والرزق الطيب فقد سلبت منه كل شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا حرم الله عز وجل مكة المكرمة منذ خلق السماوات والأرض فحرمها شرعا وقدرا شرعا بالتشريع وقدرا كما حفظها من الجبابرة أمثال أبرها الحبشية وهذا البلد حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ففي مكة المكرمة لا يعدد شوك أي لا يقطع شوك فإذا كان قطع الشوك في مكة حرام وهو مؤذي للإنسان فأولى من ذلك قطع الثمار والأزهار ولا ينفر صيده أي لا يزعج ولا يحل صيده وإذا وجدت مالا ضائعا في مكة المكرمة لا يحل لك أن تلتقط هذه اللقطة إلا لتعرفها وتردها إلى صاحبها نظر المستشركون إلى هذه الآية الكريمة رب جعل هذا بلدا آمنة ونظروا إلى سورة إبراهيم فوجدوا فيها رب جعل هذا البلد آمنة وقالوا أن في القرآن تكرار كلا ليس في القرآن الكريم تكرار حقيقة الأمر أن هذا ليس دعاء واحدا ولكنه دعائن الدعاء الأول كان في وادي لا زرع فيه ولا ماء ولا إنسان فجاءت بلدا نكرة وبعد أن سكنت جرهم وتحول الوادي إلى بلد مكة المكرمة دع إبراهيم عليه السلام فجاءت البلد معرفة بأل فليس هناك حرف ولا حرقة إلا وله دلالة ومعنى في القرآن الكريم وهذا بالتأكيد من إعجاز القرآن الكريم ومن الأمور العجيبة أن كلب الصيد في مكة لا يهيج الصيد ولا ينفر منه فإذا خرج الصيد من الحرم طارده كلب الصيد واقتنسه وأفضل دعاء بعد الإيمان هو الدعاء بشيوع الأمن والأمان فلا تقوم حياة البشر أبدا ولا تتحقق المصالح الدينية والدنيوية إلا بالأمن والأمان وإبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء ومعنى إبراهيم الأبو الحنون والأبو الرحيم رب اجعل هذا بلدا آمن فعل الأمر اجعل إذا جاء من صغير لكبير فهو للدعاء وإذا جاء من متساويين فهو التماس وإذا جاء من كبير إلى صغير فهو للأمر سؤال مهم هل يقام الحد في مكة المكرمة؟ نعم تقام الحدود والقصاص في مكة المكرمة فمكة لا تعيذ جاني وارزق أهله من الثمرات كيف؟ ومكة المكرمة وادي في صحراء جرداء قيد الله عز وجل لمكة الطائف وهي أرض خصبة مثمرة وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر لماذا خص إبراهيم عليه السلام المؤمنين بهذا الدعاء؟ لأنه سبق ودع إبراهيم عليه السلام بالإمامة لذريته فقال الله عز وجل لا ينال عهد الظالمين فاستدرك إبراهيم وخص المؤمنين بهذا الدعاء وكأن إبراهيم عليه السلام دعا مرتين للمؤمنين من أهل مكة مر على وجه العموم ومر بالتخصيص ولماذا تحديدا الإيمان بالله واليوم الآخر؟ ذلك يرجى لأن الإيمان بالله واليوم الآخر هو قمة الإيمان بالغيب ولأن الله عز وجل هو رب الجميع مؤمنهم وكافرهم لم يحلم الكافر من الرزق فالرزق ليس حكرا على المؤمنين قال الله تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا وكأن الله عز وجل يتحدث إلى مشرك مكة ويقول لهم ما أنتم فيه من نعمة ليس لمحبة لكم ولكنه فضل من الله قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وتخيل معي حال أهل مكة من المشركين إن استجاب الله عز وجل لدعوة إبراهيم لألجأ المشركين إلجاءا واضطرارا إلى الإيمان والإيمان لا يكون بالإجبار بل بالاختيار يبصر نور الإيمان فيقبله أو يرفضه قال ومن كفر فأمتعه قليلا فمتاع الدنيا مهما كثر فهو قليل فهو إلى نفاذ أو إلى مفارقة بالموت وليس المقصود أن الله عز وجل يرزق المؤمنين رزقا وفيرا ويرزق الكافرين رزقا قليلا ولكن متاع الدنيا قليل وقليل جدا بالنسبة لنعيم الآخرة فالدنيا فانية ومنقطعة أما الآخرة فهي الباقية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها وأعد الله عز وجل للمؤمنين في الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء وقد يسأل سائل لماذا الكفار في هذا النعيم وهذا التمكين لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وعطاء الدنيا ليس دليل محبة بل قد يكون استدراج ليزدادوا إثما وعدوانا وبغيا والكفر في اللغة معناء التغطية واصطلاحا هو الجحود والإنقار وتذكر أن غمس واحدة في النار تنسي نعيم الدنيا كلها ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير فالله عز وجل يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وبئس المصير والخاتمة جزاكم الله خيرا